ورقة لإلقاء ما تبقى من اليمنيين في محرقة الحرب التي أشعلها المستهدف هذه المرة أولئك الذين لم ينساقوا لدعواتهم الطائفية ولم ينخدعوا بالشعارات السياسية ولا أولئك الذين أغرتهم مستحقات المشاركة في الحرب تعتزم ميشي الحوثي فرض قالون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة بعدما يبدو أن منابع تحشيدها لجبهات القتال قد نظبت أو أوشكت على النظوب أنتهت الميليشيا الحوثية من إفساد واقع اليمنيين لتتجه اليوم لارتكاب جريمة أكبر باستهداف المستقبل بالزج بأكبر قدر ممكن من الشباب الذين بقوا خارج هذه الدائرة طيلة أعوام الحرب ولكن عبر القانون هذه المرة قانون الميليشيا القائم على العنف والقهر تكمل ميليشيا الحوثي مهمتها في تمزيق النسيج الاجتماعي وإعاقة فرص السلام وتحفر في الجسد اليمني جرحا لن يندمل قبل سنوات طويلة يمثل التوجه الجديد فرصة لميليشيا الحوثي فهو مصمم ليلبي احتياجاتها في هذه المرحلة فإما أن يذهب شباب البلاد إلى الجبهات ليقاتلوا إخوانهم من بقية اليمنيين أو يدفعوا فدية مالية ليدهب هذا المال لدعم حرب الحوثيين وملئ أرصدة قياداتهم فيما تبدو خيارات اليمنيين محدودة إما الموت برصاص بعضهم أو الموت جوعا في سبيل توفير المال للجماعة يقول المراقبون إنه ما كان لميليشيا الحوثي أن تقدم على هذه الخطوة ما لم تكن مطمئنة إلى قوة سلطتها في مناطق سيطرتها فمن شأن خطوة كهذه أن تفجر في وجه الجماعة مقاومة هي في غنى عنها إلا أن حروبها التي شنتها خلال الأشهر الماضية في عدد من المناطق التي ظلت خارج سيطرتها المباشرة خلال الأعوام الماضية ولجوئها للعنف المفرط في سبيل إخضاع هذه المنطقة كرسها كقوة وحيدة تحكم بالعنف والقهر مقابل تقلص خيارات المجتمعات المحلية في مواجهتها يبدو المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فاقدا للقدرة على مواجهة الجماعة وفاقدا للثقة في السلطة الشرعية والتحالف الذين خذلاه في أكثر من محطة إلا أن خطوة كهذه قد تمثل سببا إضافيا لتصاعد نقمة المجتمع والتمرد أو هكذا يقول بعض المتفائلين ترجمة نانسي قنقر